أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي عزم مصر للاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبروندي مشددا على تطلع مصر للارتقاء بمستوى تنصيق وتشاور السياسي الثنائي بين البلدين جاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله في شارم الشيخ الرئيس إيفارست نادايشمي رئيس جمهورية بروندي وذلك على هامش نعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في شارم الشيخ الرئيس إيفارست نادايشمي رئيس جمهورية بروندي وذلك على هامش نعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الرئيس البروندي إلى مصر مؤكداً عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبروندي كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية ومشدداً سيادته في هذا الصدد على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنصيقي والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين من جانبه أشهد رئيس ندايش ميب تنظيم المصري الناجح للقمة العالمية للمناخ وبتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين